موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي بين المجلسين انطلاقا من حرص مملكة البحرين على دعم التعاون الأسيوي وفتح أفاق التنسيق والتفاهم والاستثمار الأمثل لفرص التنمية والحاث على بحث التحديات والقضايا ذات الأولوية التي تهم الشعوب والدول وتخلق التطلعات الناتجة على التفاهم والشراكة المستدامة سنتطرق في حلقة اليوم إلى الحديث حول جهود السلطة التشريعية في مملكة البحرين والدفع بها في إطار الدبلوماسية البرلمانية بغية تعزيز التعاون البرلماني الأسيوي التي تصب لرفع مستوى الدور المؤثر للجمعية البرلمانية الأسيوية وتمكنها من تحقيق أهدافها الواسعة لتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا والعالم وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في ستيديو مركز الأخبار سعادة النائب أحمد السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة نائب رئيس الوفد البرلماني البحريني أهلا بك في ستيديو بين المجلسين طبعا نتطلق في البداية إلى أهمية مشاركة الشابة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الأسيوي في البداية طبعا أشكرش على هذه الاستضافة وأكد أن جلالة الملك دائما يدفع بتفعيل التبلوماسية البرلمانية ويحثنا أن نكون لنا دور ونكون مشاركين في هذا اللقاء الأخير معاني رئيس مجلس النواب كان على رئيس الوفد مملكة البحرين لحضور اجتماعات الجمعية البرلمانية الأسيوية العامة والتي تكون اجتماعات سنوية الهدف منها أن ملخصات الاجتماعات طول مدار السنة يتم ناقشتها واعتمادها في هذا الاجتماع فمجلس النواب طبعا يبدو أهمية كبيرة في أن يكون عنده علاقات دولية وإقليمية وخصوصا اليوم نحن نشوف المستقبل في القارة الآسيوية اليوم الجمعية البرلمانية الأسيوية هي تجمع الوحيد الذي يجمع دول آسيا في تجمع يكون على مستوى برلماني الاجتماع الأخير كان في حضور من عشر رؤساء برلمانات في آسيا وهذا التجمع في حد ذاته يعطي ثقل ويعطي أهمية لدور الجمعية البرلمانية الأسيوية ودورها المستقبلي لجميع هذه الدول الآسيوية تطمح له أنه يكون فكان بالفعل هناك حضور من أكثر من ثلاثين دولة شاركت من دول آسيا في هذا التجمع وكان فيه اجتماعات حق الأربع لجان رئيسية اللي هي اللجنة المالية وتم فيها اعتماد سبع مواضيع تم مناقشتها في السابق وأيضا كان فيه لجنة الميزانية وتم اعتماد الميزانية وكان فيه لجنة السياسية وكذلك اللجنة الاجتماعية والتالي تم اعتماد أيضا المواضيع اللي تم تطرق لها وتكلم فيها في يعني الأشهر اللي سبقت هذا الاجتماع العام نعم سيد أحمد لو نتحدث يعني نظل في هذا السياق ما هي أبرز القضايا أو المواضيع الرئيسية التي تم التحدث بها أو طرحتها الشعبة البرلمانية خلال هذا الاجتماع احنا طبعا أبرز يعني المواضيع أن احنا نتكلم شون يكون هناك استدامة واستدامة ما بين دول آسيا في يعني الاقتصاد في الأمور السياسية والكثير من المواضيع اللي يعني تم التطرق لها شون يتم يعني مثلا على سبيل المثال في اللجنة المالية أو اللجنة الاقتصادية كان شون نحنا نتكلم عن الاقتصاد الأخضر وأهميته شون نتكلم عن الاستفادة من التقنيات والتحول التكنولوجي وربط الدول الآسيوية فيما بينها فيما بين بعض فهذه المواضيع احنا لما نتكلم فيها ونتناقش فيها على حضور أكثر من 30 دولة من آسيا يعطيها ثقل ويعطي أننا من خلال هذا التجمع نقدر أننا نبلور أننا نطلع بخطة متكاملة مشتركة لكل دول آسيا موجودين هناك أننا نطور فيها سواء نحتاج فيها تطويرات تشريعية في بعض الأحيان أو أن ننسق الأفكار فيما بيننا أو أن بذل ما نكون فيه تنافس أو فيه ان اختلاف ما بين الدول أنه ما يتوصلون توحيد الرواب بالضبط يكون فيه تكامل وأننا نكمل بعضنا بعضه هذا ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع أيضا تم التكلم في اللجنة الاجتماعية أن هناك ضرورة أن يكون فيه لجنة آسيوية للعائلة والمرأة وهذه شيء طلعنا فيه جديد أن هناك أهمية أن يكون جميع الدول القارة الآسيوية يكون فيها دور العائلة والمرأة متوازية في تجارب موجودة في دول مثل مملكة البحرين وإحنا افتخرنا في هذه التجربة وعلناها أننا وصلنا عندنا المجلس العلاء والمرأة ودور المرأة في مملكة البحرين يعني صارت تجربة يجب أن تعكس في هذه الدول وبين الدول الموجود فيها وأيضا في الوفد البحريني الذي كان موجود هناك تمثيل للمرأة سواء برلمونيكان أو على مستوى مجلس الشورى وهذه الشيء التي كنا نتكلم فيه وضرورة تفعيل هذا الإنجاز البحريني على مستوى في دول آسيا فتمت الموافقة على أن يتم هناك يعني أعداد لجنة وتكون مختصة فيه في المرأة التدابير والاستراتيجيات والأفكار أنه فعلا يتم للعائلة أو المرأة دور أكبر في التمثيل وشوف شلو الاحتياجات اللهم يتكلمون فيها أيضا اللجنة السياسية طبعا أكدت موقف مملكة البحرين وكان فيه فقط موضوع واحد وموقف كل الدول من القضية الفلسطينية وأننا أكدنا في البيان أيضا أن يجب الوقف الفوري لأي نزاع ويكون هناك يعني إعادة تأهيل لدولة فلسطين وأنهم يرجعون حسب الاتفاقيات التي كانت موجودة فيها أيضا هذه الشيء تم تأكيده وتم مناقشته وطلع فيها البيان فهذا لما يكون يعني كل الدول مجتمعة على اختلافاتها وعلى اختلافات يعني اللغات اللي موجودة فيها والأديان وتتفق على هذا النوع من المواضيع هذا يعطي ثقل على المواضيع اللي تم طرحها ويكون ثقل إقليمي يعكس بالتالي فيها وكذلك تجمعنا لما نتفق فيه على مواضيع أيضا فيه يعني اتحادات الأخرى مثل اتحاد الدولي والاتحادات البرلمانية العربية يكون احنا عندنا رؤية موحدة نتكلم فيها بصوت واحد فبالتالي تشوفين مواضيعنا يكون لها حضور ويكون لها قوة ويكون لها إنجاز بإذن الله تعالى بطبع إذن الاتحاد البرلماني الأسيوي يمتلك العديد من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها اليوم كيف ننظر إلى أو نقرأ دور مملكة البحرين في تحقيق هذه الأهداف من حيث الجهود التي تبذل لتحقيقها احنا لله الحمد يعني مملكة البحرين يعني من أوائل اللي اشتركنا في الجمعية البرلمانية الآسيوية ونعتبر من المؤسسين مع الدول الآسيوية واليوم احنا عندنا دور مهم وهو أيضا مشتركين فيه مع ست دول غير مملكة البحرين والبحرين لها يعني أولوية وقوة وحضور في هذا الشيء أن احنا نعيد صياغة اللي هو الميثاق العمل في الجمعية البرلمانية الآسيوية الجمعية البرلمانية الآسيوية أول تأسيسها كانت جمعية الآسيوية لأجل السلام بعدين هم طوروها وسووها على مستوى برلمانات ويكون برلمان آسيوي اللوائح والقوانين ما تخدم التحول اللي موجود فيه ولا تخدم حجم الدول وهميتها اللي موجودة فيها ففي هناك أدة أمور تحتاج عادة صياغة وعادة مرة أخرى طرحها وتم التصويت عليها على ساس تعطي الجمعية البرلمانية الآسيوية قوة وثبات وبالتالي ممكن تتحول لبرلمان آسيوي أيضا ويكون لها ثقل إقليمي ويؤثر على يعني البرلمانات الأخرى سواء في البيانات أو سواء حتى في المشاريع والأفكار اللي تطرح فيها من خلالها فتم مناقشة هذه البند وتم اتفاق أنه يتم الانتهاء فيه إن شاء الله بدنا الله في هذه السنة القادمة وبين خلال دور مملكة البحرين وخبرتها وخبرة مجلسنا والأمانة العاملة موجودة عندنا مع الدول اللي احنا موجودة راح يعني نطلع بصيغة توافقية يكون تعكس المرحلة اللي احنا موجودين فيها والمرحلة أيضا مستقبلية اللي احنا نطلع فيها لهذا الكيان وهذا التجمع الآسيوي الوحيد اللي موجود وفي نفس الوقت أنه يكون الكل متفق عليه فإن شاء الله يعني دورنا في هذا الشيء راح يعكس يعني مدى خبرة مملكة البحرين في صياغة هذه المواثية وعادة النظام الأساسي للجمعية ويكون النظام متوازي يعادل ويساوي ما بين جميع الدول ويكون جميع الدول تحس في تمثيلها أنها حصلة يعني الحقوق التي تطمح لها إن شاء الله سعادتنا يا أحمد السلام تفضل بالبقاء معنا لمتابعة هذا التقرير الذي يتحدث عن مشاركة أعضاء وفد الشعب البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الأسوية وذلك والمنعاقد ضمن أعمال اجتماعات الجمعية في جمهورية أذربيجان تم استعراض تقرير الأمان العام الجمعية والنظر في مشاريع القرارات التي أوصى بها المجلس التنفيذي التقني أو الثاني متضمنة عن عدة تقرارات نتابع موسيقى للحديث حول مشاركة وفد الشعب البرلماني في اجتماعات الاتحاد البرلماني الأسيوي أذربيجان يسترون أن تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الأسيوية أهلا بك سعدت الدكتورة بداية ما هي أهمية هذه المشاركة البرلمانية في ضوء طبعا ما جرى من مناقشات من خلال موضوعات ذات أهمية المشتركة أهلا وسهلا أهلا فيكم وشكرا على هذه الإصدافة وأيضا تحياتي وتحيات الشعب البرلماني طبعا هناك أهمية كبيرة لها المشاركة البرلمانية لأنه من خلالها نحن نأكد على حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على تعزيز جهودها ضمن الدبلوماسية البرلمانية طبعا هذه الدبلوماسية البرلمانية هي جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية الرسمية التي تبذلها الحكومة الموقرة وتأتي أيضا هذه في إطار السياسة الخارجية الثابتة والمتزنة لمملكة البحرين للتعاطي الإيجابي المثمر مع مختلف القضايا ومختلف الملفات ذات الاهتمام الأقليمي والعالمي المشترك طبعا من خلال هذه المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية واجتماعات لجانا متخصصة فإحنا كشعبة برلمانية بالدرجة الأولى نؤصل لمبادئ دولة المؤسسات والقانون بحيث يجب أن تنطلق كافة المساعي على قواعد وعلى أسس تشريعية وقانونية وتوفر نظم وتطبيقات تنفيذية تكون منضبطة وتكون أيضا خاضعة للحوكمة والاستدامة في ذات الوقت فهذا يعني أنه طبعا التشريعات والقوانين هي أساس استدامة أي مبادرات وأي مشاريع تنموية عادة تشهدها البلدان بالتالي أيضا نستطيع أن نطور منظومة التنمية بشكل عام فهذه هي موضوع أهمية المشاركة البرلمانية نعم دكتورة ابتسام مشاركتكم ضمن اجتماعات تنسيقية ونقاشية لموضوعات متنوعة كانت تتعلق بالتنمية في مختلف أنواعها بل أن بعضها تطرق لموضوعات محددة ودقيقة أو متخصصة في دور المرأة في المجال التشريعي حدثينا عن ذلك بطبيعة الحال مشاركتنا نحن كعضوات في السلطة التشريعية في أعمال الجمعية البرلمانية الآثوية دائما يأتي كتأكيد على الجهود البارزة والمتميزة التي تقوم فيها المرأة عموما وتبين إسهاماتها في كافة المجالات وخصوصا التشريعية منها أيضا إلى جانب ترسيخ مكانتها والمستوى الذي وصلت إليه المرأة في البحرين حيث قدمنا من خلال هذه المشاركة تجربة البحرين في دعم برامج تمكين المرأة طبعا المرأة في البحرين تجاوزت التمكين ووصلت إلى التقدم والريادة باعتبارها أيضا هذه من التجارب الرائدة والمتميزة على مستوى جميع الدول خصوصا مع استدامة العطاءات الوطنية التي تقدمها المرأة لإبراز دورها الفاعل في المسيرة التنموية للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد وضع الله ورعاه علاوة على ذلك أيضا كنا ندعو المرأة في مختلف المجالس التشريعية للانضمام تحت مظلة التي هي منطوية تحت مظلة الجمعية ندعوهم للانضمام في هذه المؤتمرات من أجل تبادل التجارب وأيضا نستطيع أن نطلع على الرؤى التي تطرح لكي نطفي المزيد من التقدم للمرأة في مجالات ريادتها وتميزها حاليا في مولكة البحرين إذن نحن نستفيد من هذه التجارب ونستفيد من هذه الرؤى من أجل تقدم وتنمية أكثر الخلاص أن المرأة البحرينية طبعا لديها بصمات في شتى المجالات فحضورها في المحافل البرلمانية سوف يؤكد يعني يأتي من الممارسة حضورها في المحافل البرلمانية يأتي من يعني تأتي هي من قاعدة قوية يعني مبنية على مبنية على أسس تنموية وعلى أسس تنظيمية لا ننسى دور المجلس الأعلى للمرأة فإذن هناك كفاءة وقدرة في التداول والنقاش في موضوعات في جميع الموضوعات سواء الاقتصاد الاستثمار دعم سبول الأمن والاستقرار النماء والازدهار غيرها كثير يعني المرأة البحرينية أثبتت موقعها أثبتت أنها تحتل موقع عالي جدا ومتميز ولا ننسى العدد الكبير من الوزيرات الموجودين اليوم في الحكومة الموقرة وهذا كله يدل على ما وصلت إليه المرأة اليوم في مملكة البحرين نعم إذن الحرص المتلامي من جانبكم للمشاركة في المؤتمرات والمحافل الفرلمانية الدولية كيف ينعكس ذلك على مكانة وصنعة مملكة البحرين وما هو المردود الملموس من ذلك؟ هذا طبعا سؤال مهم جدا في البداية نحن كمملكة منفتحين بحسب منهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والسياسة الخارجية أيضا للمملكة باعتبارنا نحن جزء من المنظومة السياسية جزء من المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية إقليميا ودوليا ونظرا لمتطلبات التعاون والعلاقات المتعددة مع جميع الدول فأن وجودنا ومشاركتنا الفعالة في هذه المحافل طبعا لها عدة دوافع أساسية أولها أن نعمل على توحيد الصف والموقف والذود عن مصالح المملكة وأيضا التنسيق خاصا مع دول الخليج العربية لنتخذ موقف واحد سواء في الملفات المتداولة خاصة التي تمس أمن واستقرار واستدامة التطور والنمو في المملكة ومن خلال بناء أيضا تحالفات مع الدول وتوطيد هذه التحالفات بالإضافة إلى تعريف العالم بالإنجازات الحضارية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وأيضا تبادل التجارب والخبرات استقطاب المبادرات التشريعية التي يطور من مخرجات العمل التشريعي وطنيا وطبعا هذا بالتالي ينعكف على جودة العمل الوطني بشكل كامل نعم إذن الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الأسيوي شكرا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عودة إلى ضيفي الكريم سعادة الناب أحمد السلوم طبعا أبدأ بما انتهت إليه انتهت عنده الدكتورة ابتسام التي ذكرت بأن لهذه المشاركات أهمية كبيرة في تعزيز مكانة المملكة وأيضا لدورها الإقليمي والدولي إذن ما أهمية هذه المشاركات في تعزيز دور مملكة البحرين في المنطقة الأسيوية طبعا هذه المشاركات يعني مهمة أنه انت تقدرين تلتقين فيها مع أكبر عدد ممكن من البرلمانات اللي وهي موجودة وهي خصوصا في القارة الأسيوية في حالة اللي احنا زرناها وهذا يعطي المجال أن أنت تقدرين توضحين موقفك توضحين الأفكار اللي أنت تملكينها القرارات كثيرين من الأمور رغم يكون عندهم فكرة مختلفة عن ما هي حقيقية موجودة لما أنت تروحين تتكلمين وتوضحينها لهم يتغير موقفهم بالكامل وبالعكس يكونون دائمين ومشجعين حق هذا الشيء أيضا نحن وجودنا مع دول مجلس التعاون في هذا الجمعية البرلمانية الأسيوية يضعنا أن نحن مع مجلس التعاون شكلنا فريق تنسيقي نجتمع فيها مسبقا قبل ما ندخل الاجتماعات من خلالها نسق أدوار الخليجية واحتياجاتها والأفكار ونكون موقفنا موقف واحد وأيضا هذه اللجنة عندها أصدقاء من الدول الآسيوية اللي ممكن من خلالها أن نحن نشرح وجهة نظر الخليجية لهم وبالتالي هم يتبنونها فبالتالي لاحظنا أن من كثير ما نجتمع معهم وننسق هذه الأمور صار هناك تفاهم وانسجام ما بيننا ما بين الدول بشكل عام وأن أكثر المواضيع اللي نحن كنا نحب أن نمررها وتكون ذات أهمية كانت بسهولة أن نقنع فيها الأطراف ونتفق عليها كانت في السابق تأخذ وقت كثير ودورة ودورة على سبيل المثال احنا كان عندنا في مملكة البحرين استضافة حق اللجنة المالية في شهر مايو الماضي من خلال هذا الاجتماع استطعنا أن نأتمد سبع مواضيع اللي كانت موجودة وهذه كانت المواضيع تاركة قديمة كانت تنقل من مجلس لمجلس لكن بالتفاهم والتنسيق والزيارات المتبادلة وإيمانهم بدور مملكة البحرين إن لها دور مميز وعندها خبرة لازمة هذا الشيء عطاننا أننا فعلا استطعنا ننسق معهم واستطعنا يكون لنا صوت وصوت مسموع معهم ليس فقط في برلمان أسوي أيضا في البرلمانات الأخرى والتحدات الأخرى أننا كفريق نقدر أن نوصل كلمتنا ونتفق على مواضيع ونوصلها أيضا هناك لهم فهذه العلاقات أنا أشوفها علاقات مهمة وضرورية وأيضا تفعيل اللجان الصداقة وهذا ما تم أيضا التناقش فيه ليس فقط أن يكون تجمع في الجمعية الآسيوية أيضا هناك لجان صداقة برلمانية ما بين هذه الدول يجب الاستفادة منها وتكون بعد لجان صداقة مهنية أكثر أو نوعية إنما تكون فقط يعني كعضاء أن يروحون لا يكونون أيضا في لجان اللهم يمثلونها فإذا كانت في اللجنة المالية أو اللجنة الاجتماعية أو اللجنة الأمن أو اللجان الموجودة يكون لعضاء يروحون من هذا اللجان يحاولون ينسقون الأفكار والمواضيع والمشاريع الموجودة بينهم ويستفيدون من خبرات الطرفين لأن هذا الشيء يسهل العملية التراكمية التي هي موجودة لها برلمانية وبالتالي نأكس على الشعوب بشكل أفضل أنهم يقدرون بشكل أسرع أنهم يوصلون لهم أفكار أفضل إذن في ختام هذا اللقاء أشكر سعادة الناب أحمد السلم نائب رئيس الجامعية البرلمانية الأسيوية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادي والتنمية المستدامة نائب رئيس الوفد البرلماني البحرين شكرا جزيلا لك على هذا شكرا سلموا شاهدين معكم إلى نهاية هذه الحلقة أشكر لكم فصلا متابعة وإلى اللقاء شكرا